استنكرت المملكة الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن المملكة تستنكر الرسوم المسيئة إلى رسول السلام محمد بن عبد الله أو أي من الرسل عليهم السلام وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب كما أكد المصدر المسؤول عن إدانة المملكة لكل عمل إرهابي أي كان مرتكب والدعوة لأن تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام وتنبذ كل الممارسات والأعمال التي تولد الكراهية والعنف والتطرف وتمس قيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم